بتشديكو بكل تأكيد نبدأ منين كابتة عبدالناصر عاوزنا نبدأ منين أنا راجل ديمقراطي نبدأ منين؟ من التحال لا لا بسا كابتنا علاق دا عامل لك دا عامل لك دا بيتحوفني من أول من التحال فضل يا جيمي أنا حاجة اللي دامين بتكلم فيها فضل حتة الرخص يا دكتور إهاب في يعني ما احترامي لكل الناس أنا عشان تجربة رحتها في عمان يعني عزبوني سألوني أنت رخصتك إيه ومعاك جايبها منين رخص التدريب رخص التدريب حسن الناس فكر رخصت لا لا رخص التدريب يعني أول حاجة قالوا هالي معاك رخصة قلتلهم معايا رخصة إيه منين قلتلهم من أفريقيا قالوا لي مش معترفين بيها قلتلهم معايا واحدة من أوروبا أنا أخدت البي والإيه من أوروبا قالوا لي كده تجي تشرف عندنا وتشتغل وتنور لأن إحنا عندنا أسس ومبادئ وقوانين ما بتتغيرش بسي في الفترة دي اتغيرت الشهادة الإفريقية حاليا بعملوا معادلة دكتور أنا بقى مش بتكلم في نقطة دي يا دكتور أنا بتكلم في نقطة أن فيه ناس معهاش رخص يعني وبتشتغل وفيه ناس معها رخص ما بتشتغلش مش أنا بس فيه ناس كتير هي دي أنه لما يكون فيه أسس وقواعد ماشيين عليها ما تزعلش والله غلط أنا معايا بس يعني أنت أصدق اللي فيه ناس بتتصدر المشهد التدريبي وغير حص على رخص ممكن ما يكونش معهاش سي يعني أنا دايما بتكلم فيه إحنا بدأنا في الناشئين يا كابتان لا لا يعني أنا في طلع الجيش اشتغلت الناشئين الأول وكده في كل حتة بيصنفه اللي معهاش سي يشتغل في ناشئين اللي معهال بي يشتغل في مثلا في الدرجة التانية أو التالتة يعني تبقى مصنف أن أنت ممكن تشتغل في كذا أو كذا حسب الرخصة اللي معاك وده ما يزعلش لأن برضو زي ما كل الشركات بتعمل اللي بي معاه شهادة كذا حيجي يشتغل عندنا معهوش مش هيشتغل صح ولا غلط فأنا بتكلم في كده أن يبقى فيه قصص نمشي عليها ومعايير نمشي عليها تبقى على الجميع تمام بس اعتقادي أو معلوماتي فضل أن الاتحاد المصر عمل كده وبعدت الأندية اللي مش حصل للرخصة كذا مش هشتغل حتى في الناشئين ده اللي أنا عارف واللي وصلت للأنديية كلها عممت على الأندية وده فترة بالنسبة للرخصة أنا بلق الدورة في دورة تانية هتبدأ قال لك ده اللي بيشتسنا منها لغاية ما يحصل عليه ولكن الرخصة B و C ده كله اتكلموا فيه بالنسبة لكل الأندية واتبعتت الأندية ده معلوماتي لو عاملين كده يبقى ماشيون تصح ماشي ده معلوماتي اللي عند والله أعلم والله أعلم كنت ديمقراطي معها برده لا وفيه معدازناك برده وفيه حتة دكتور إهاب حتة أنتو السنة اللي فاتت قلتو برده اللي حيشتغل في نادي مش حيشتغل في التاني الناس بدأت تتحايل على الموضوع ده بالمسمة أصل ده رئيس قطاع الرياضة أصل ده رئيس مش عارف إيه معلش يا دكتور إهاب أنت مدام ديته وأنه هو مدير فني يخش الملعب يبقى أنت سميته مدير فني مفيش حاجة اسمها أصل ده رئيس الجهاز الكورة يعني التحايل على الحاجات دي نحكي بقى بقى ريحية مع بعضنا كاننا مش في الهو أنا أتكلم بكل الشفاء وكابتل نعلق معنا اللي حصل إيه قلنا بالفعل عشان أضمن حق النادي وحق المدير الفني لازم يبقى فيه عقد ما بين الطرفين بحسب لو حضرتك جيت النادي أنت ماشي كويس ودربت في مجلس الدارة وفي رئيس النادي قالك لا أنا ما بحبوش مع السلامة يبقى لازم أضملك حقك لأن ده بيتك وأكل عيشك من التغريب قلت لا أنت قلت له مع السلامة يبقى فيه شرط جزائي موجود في العقد لازم تدفعه له أو أنه يقعد في بيته تمام طالما ما اشتغلش وانت بتدفعه المرتبة تمام والحكس برضو لو المدير الفني قالك لا ده أنا جاي لعرض أكت وراح سيب النادي وماشي يبقى أنت معلش لا ما تمرنش في نفس الدرجة تنزل للدرجة الأقل المشكلة كلها وانتو حضرتكو يعني أنتو من نجوم التدريب معظم المدربين ما بيعملوش تعاقد مع الاندي تحت باند أن بيتم تحصيل أعتقد 17% 20% 20% الانتحاد بيأخذ 3% وال17% انتعالي بتبقى الضرائب أيوة بالظبط بس فيها مشكلة برضو ما هي دي بقى لحنا غزبا أنا عايز أكلم في النقطة دي بنقطة كلام افتحوني فيه الحتة دي فيها مشكلة انت عايز تاخد السنة كلها تمام هو مشتغل السنة كلها طب المدير الفني انت كده أخدت من مرتبه السنة كلها ممكن يشتغل 3-4 شهور فانت كده أخدت منه وهو ما شتغلش غير 3-4 شهور فلازم يبقى فيه ضمانة للحتة دي أيوة دي اللي احنا نتكلم فيه هل أعمل العقد مثلا ب 6 شهور ونشوفه مثلا المدة أو تحصلها بشهر أو تحصلها كده لأننا لو مشيت تحصلها من اللي بعدية حسب عقده لأنه ممكن يكون مثلا مدير فني جيه تاني بعد أقل أو عاد أكبر فهمني حضرتك زي دي ما كانش فيها يعني هي دي المشكلة اللي كانت فيها إن ما كانش فيها تثبيت إيه الضمانة أنت أخدت مني كل ده وطبعا النادي حيروح خصمه مني طيب أخدت مني كل ده أنا اشتغلت 3-4 شهور وروحت ماشي المفترض يكون ما بين النادي وما بين المدير الفني يتحملوها الاتنين المفروض 10% نادي إن أنا بضمن حق النادي وبضمن حق المدير الفني دي فكرة يبقى 10% المدير الفني و10% دي فكرة كويس يبقى ضمنت حق صح كده يبقى أنت لنادي حيخلي بيك ولا أنت تخلي بالنادي وبرضو حتة اللي حضرتك قلتها إن المدير الفني لما يمشي وقاعد في بيته وما بيشتغلش بس يبقى يتفعله بقى بقيت زي ايوة طالما أنت أخلت بعقدك معه مشي بالزبط لأن فيه تلاعب في الألفاظ في حاجات كثيرة يعني أنا مثلا أنا في الإنتاج الحالي أنا ما خدتش شرط الجزائي بتاعي لغا دلوقتي ما خدتهوش بيقولك سوق النتائج معلش أنت حددت سوق النتائج علي أساس وأنا لعب مطشين بس صحيح يعني سوق النتائج كل الوقت حيفسر على مزاجه سوق النتائج سوق النتائج ده أنا أقولك مفاجأ بقى موضوع سوق النتائج ده أشارات دخان أنا ماشي أول أنت كنت بتغلع دول المتائج صح كده دكتور وقسرت المتشين وراء بعض قالك سوق النتائج والأول مركز أول تصدر كم لا تمام أنا خلاص كده وصلت لا من قابل الحلقة على كده لا حلقة